اشتركوا في القناة وكان اسموه قد خاض المراحل الاعدادية الاخيرة استعدادا لهذه الفعالية مع الفريق البحريني وسط طموحات عالية ونظرة تفاؤلية في ظل الروح الكبيرة التي يتمتع بها الجميع والجاهزية العالية وتشمل بطولة الرجل الحديدي على ثلاث مراحل حيث يبدأ المشاركون اولا بالمنافسة في مرحلة السباعة لمسافة ثلاثة كيلو مترات وثمانمائة متر فيما ستكون مرحلة الدراجات الهوائية لمسافة مائة وثمانين كيلو متر واخيرا المرحلة الجاري لمسافة اثنين واربعين كيلو متر واكد سموه ان الفريق البحريني وصل الى مرحلة الاعداد النهائي الى هذه البطولة خصوصا في ظل الحصص العديدة التي خاضها افراد الفريق في الفترة الاخيرة مشيرا سموه الى رغبة الجميع في تحقيق مشاركة ايجابية تكون دافعا لخوض المزيد من التجارب في المستقبل القريب وتقديم الصورة المثالية في هذه الاجواء العالمية وقال سموه ان ثمة امال واسعة وطمحات عالية يدفعها الحماس والاندفاع لتحقيق الاهداف المرسومة التي جاء من اجلها الفريق مؤكدا انه شخصيا يسعى الى تقديم صورة مثالية في هذه المشاركة والعمل على انهاء البطولة في زمن يقل عن تسع ساعات من اجل ترك بصمة واضحة في هذه الاحتفالية الدولية وبين كم من كبير من المشاركين المحترفين والهواء وابدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ثقته العالية باعضاء الفريق وبهذه المشاركة ولفت سموه الى ان خوض منافسات بطولة الرجل الحديدي جاءت التأكيد على اهمية مشاركة الفريق والتواجد في مختلف البطولات اضافة الى الحرص على تحقيق الانجازات الكبيرة في مثل هذه البطولات الهامة مشيرا الى ان الفريق تدرب بصورة متميزة ومستمرة تمهيدا للمشاركة الفاعلة في بطولة صباح اليوم والتي يتطلع فيها الفريق الى تحقيق انجاز افضل من البطولة السابقة واشار الى ان المتتبع لمسابقة الرجل الحديدي يدرك قوة البطولة والتنفس الكبير على المراكز الاولى في ظل المشاركة الواسعة من قبل نخبة من المشاركين هذا واجر الفريق البحريني بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التدريبات الاخيرة استعدادا لبطولة الرجل الحديدي في جنوب افريقيا من خلال الحصة التدريبية في السباحة حيث بدت الجاهزية العالية بدنيا وفنيا لهذه المشاركة من خلال النتائج الطيبة في هذه التدريبات ودراسة الامكانيات المتاحة لتحقيق افضل النتائج باشر مالنا شكل لنرد به يعني ثلج ثلج الماء بارد الماء جدا يعني 16 درجة حرارة طيب عسلنا كان في استفادة فنية لك الحين يعني هو الاستفادة تعرف شنه الفنية اننا نعرف وجهاتنا لان البحر الأمواج اللي فيه عالية فما تشوف النشان اللي تبغي تتمشي عليه فاحنا شنسوي ناخذ شواخص يعني مثلا في الروحة في هذاك الميناء البعيد فاحنا نطالع الكرينات نعرف اي كرين هي اللي تحت البوية لان وقت اللي نقوم بالبحر مستحيل نجوم بالبويات فخذنا الشواخص اللي نبغيها عشان يوم السباق ما نتعب ندور ونقعد نطالع فوق ونشوف دربنا خلاص نمشي ونطالع بس الشاخص ونمشي عليه اشتركوا في القناة